الخلاف على حصة الإقليم بالموازنة لا يزال قائماً فضلاً عن نفط الإقليم حيث عقد الوفد الكردي برئاسة قوباة طالباني عدة اجتماعات مع اللجنة المالية النيابية لحسم الملفات العالقة بين الجانبين لحد الآن لم يحسم موضوع الفقرة التي تخص مستحقات المالية أو الموازنة بحصة الإقليم لذلك أعتقد سوف يتم تأجيل هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتم تصويت أو ورودها إلى مجلس النواب طرحها لتصويت منتصف الأسبوع القادم أو نهاية الأسبوع القادم ويبقى الوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذه المرحلة يمثل خارطة طريق لمواجهة أي خلاف مستقبلي خصوصاً وأن الجانب الكردي وافق على الصيغة الحكومية فضلاً عن الموافقة على أي آلية أو صيغة تتلاءم مع الأسس القانونية والدستورية مراحل التفاوض السياسي ربما قد تنتهي قريب لإكمال ما تبقى الخلاف عليه وخصوصاً كل القضايا درجة المحافظات التي تحتاج إلى المساعدة المالية من الميزانية الاتحادية ما بقى شيء إلا التفاوض على إنهاء الخلاف ما بين إقليم كردستان والسلطة الاتحادية توقعات بانفراج توافقي لحصة الإقليم في الموازنة فطلبان يقود مفاوضات اللحظة الأخيرة لتدارك خيار الذهاب لتمريرها بالأغلبية المطلقة ولسيما أن الأيام المقبلة ستشهد وصول مشروع الموازنة للبرلمان للتصويت بعد جولات يومية لللجنة المالية من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية